موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الله أعطيكم العافية جميعا اليوم إن شاء الله راح نحكي عن النوع الثاني من التكاملات اللي هو التكاملات المحدودة إحنا اللي أخذنا في المحاضرات الماضية حتى تكون الأمور الواضحة بالنسبة للكم هو تكاملات غير محدودة شاني غير محدودة؟ يعني ما في عليها حدود مش مطلوب منكم إنكم تعودوا أي إشي في هذا التكامل اليوم إحنا راح ناخد تكاملات محدودة طبعا هل إنتم مطالبين تحلوا نوع تاني من التكاملات المحدودة؟ خلص ثاني لحد المحاضرة الماضية هو الإشي اللي إنتم مطالبين فيه بالكالكولوس وان ما بجيكم أسئلة أصعب من هيك تمام؟ الآن راح نتعلم نفس الإشياء اللي إحنا أخذناها المرة الماضية بس لو حطيلي عليها حدود مع شوية خواص زيادة راح نتعلمها اليوم شو بحكي تكامل محدود؟ بحكي لي بالبداية فكرة التكامل محدود كالتالي إنه أنا لو كان عندي تكامل لف dx من a إلى b بتتذكروا لما كنا نحكي لكم إنه أنا في عندي f' a شو كان معنى f' a f' a معناها نشتق ثم نعوض a نعوض العدد بقولي التكامل نفس الإشياء ألا ما أحكي إنه أنا عندي تكامل من a إلى b لف dx معناها كامل ثم عوض a و b تمام؟ يعني هاي معناها كامل ثم عوض a وال b شو جواب التكامل؟ مثلا على سبيل المثال f' x تكامل اقتران جديد اسمه a g x لكن بدل بالتكامل بدل ما أنتم تعوضوا عدد واحد زي الاشتقاق بالتكامل كم عدد منعوض؟ عددين منعوض عددين وهدول العددين كيف منعوضهم؟ دائما منعوض الحد العلوي ثم منعوض الحد السفلي دائما منعوض الحد العلوي ثم منعوض الحد السفلي تمام؟ طبعا لاحظوا أن التكامل المحدود دائما جوابه النهائي رقم زي المشتق الإطلب منكم F' عشرة هيتلاقوا أن الجواب النهائي بالآخر مش عبارة عن اقتران عبارة عن ايش؟ عن عدد نفس الأشيceğimroad التكامل المحدود التكامل اللي إلو حدود أرقام تمام ? بالآخر انتوا سيطلع معكم اقتران جديد هذا الاقتران جديد لما تعوضوا في أرقام هطلع معكم الجواب بالنهاية عبارة عن إيش؟ عن عدد تمام؟ فهذا فرق التكامل المحدود وعن التكامل غير المحدود شو الإشي اللي احنا هندرسه اليوم؟ يكي اللي احنا هندرسه قواعد التكامل المحدود هاد أساس التكامل المحدود اللي هو أنا كيف بعمله تمام؟ طبعا أي سؤال من الأسئلة اللي أخذناها سابقا ممكن بالامتحان يجي حطولكم عليها حد علوي وحد سفلي شو اللي بتيجوا بتعملوه؟ بتكاملوا تكامل طبيعي بس بتزيدوا بالآخر خطوتين بتعوضوا لحد العلوي بتعوضوا لحد السفلي وبتحطوا بينهم إيش؟ إشارة سعلبة يلا تعالوا نبلش الآن بقواعد هاد التكامل المحدود قاعدة رقم واحد بيحكي لي إذا كان لحد العلوي نفس الحد السفلي فبهي الحال الجواب صفر بالمنطق إذا كان حطلكم هون عدد وهون حطلكم نفس العدد لما تيجوا تطرحوا هتعوضوا هون خمسة وهون خمسة منطقيا جيل خمسة ناقص جيل خمسة شو بتساوي؟ صفر مشان هيك هاي القاعدة يعني انتوا اعتبروها مش قاعدة أصلا قاعدة رقمتينين قاعدة كتير بسيطة شو بتحكي لنا؟ تحكي لنا إذا كان عندكم تكامل من A ل B طبعا ملاحظة كتير مهمة بيقولكم إياها مش شرط دائما يكون هذا العدد الصغير وهذا العدد الكبير يعني عادي ممكن يكون عندكم تكامل من خمسة لتمانية وممكن يكون عندكم تكامل من تمانية لخمسة تمام؟ ما في مشكلة أوكي بقولنا إذا كان عندكم تكامل من A ل B فبإمكانكم تعكسوا حدود التكامل لكن إذا عكستوا حدود التكامل شو بتعملوا؟ بتضربوا الجواب النهائي تبعكم بإيش؟ بسالب يعني جواب التكامل بالآخر بس تضربوه بسالب اتركوها شوي هارجع لها ناخد قاعدة رقم 3 وهي بالمناسبة أكثر قاعدة بيجع عليها أسئلة أو أعلامات في الامتحان تمام؟ طبعا بدمجها برضو مع القواعد اللي بعدهم قاعدة رقم 3 هي بنسميها اللي تبعت مين؟ تبعت التكامل اللي هي قاعدة السلسلة تبعت التكامل شو بتقول؟ بتقولنا إذا كان عندكم تكامل من A ل B فبإمكانكم مثلا تكامل من 1 ل 10 فبإمكانكم هذا التكامل تخلوه من 1 ل 7 زائد من 7 إلى 10 يعني بإمكانكم اتجزء التكامل تمام؟ تحطوا الحد السوفلي بيضلوا سوفل الحد العلوي بيضلوا علوي هون وهون تجوا بتحطوا إيش بتحطوا لعدد اللي انتوا بدكميع مية طبعا بإمكانكم يجزء التكامل لعدد لانهائي من التكاملات يعني من 1 ل 10 بتقدروا تجزئون من 1 ل 1.5 ومن 1.5 ل5 ومن 5 ل7.5 ومن 7.5 ل 10 الم Vancar 않는 الأث remarkable يعني تقدروا تجزئون لعدد لانهائي من ايش من التكاملات خلونا ناخد سؤال نشوف كيف يجي هذا السؤال بالامتحان بعطيكم تكامل من 1 إلى 3 قيمته يساوي 4 تكامل ثاني من 5 إلى 3 يساوي كم سالب تنين شو المطلوب؟ المطلوب قيمة التكامل من 1 إلى 5 هل أنا عندي من 1 إلى 5؟ لا فباجي بحكي هذا السؤال بحتاج أستخدم القاعدة بقول له التكامل من 1 إلى 5 يساوي وإنسي كل إشي تتعلمتوه قبل امشوا معي بالطريقة اللي بتعلمكم إياها عال سريع تحكوله التكامل من 1 إلى 5 هو تكامل من 1 إلى عدد ومن عدد لمين إلى 5 هون هون بتحطوا العدد اللي بتكون 100 شو العدد اللي موجود في السؤال؟ 3 تمام؟ طب شو اللي أصد فيه أنه تنسوا كل شي تعلمتوه؟ ممكن تحطوا هون هل العدد اللي لازم تحطوه هون شرط أنه يكون بين الواحد والخمسة؟ الكل حيحكي آه بس الجواب لا بس محلكم تحطوا لبيتكم 100 عن جد طبعا بتقدروا تحطوه هون سبعة سبعة معقول آه ما في مشكلة بقول لي هاي القاعدة بتحكيلي أنا التكامل من 1 إلى 5 بقدر أحط من 1 لإشي ومن إشي لخمسة وهذا الإشي ما عليه ولا أي شرط الشرط الوحيد البسيط أنه اللي بدي أحطوه هون بدي أحطوه هون عن جد مش ضروري نحط عدد بين الواحد والخمسة؟ طبعا تمام؟ يعني بإمكانكم تحطوه هون 10 عشرة بحتي التكامل من 1 لخمسة هو يساوي التكامل من 1 لعشرة ومن 10 لخمسة أموري تمام تمام؟ أوكي هلأ التكامل من 1 ل3 لاحظوا أنه بهذا السؤال given شو قيمته؟ قيمته 4 طب من 3 لخمسة؟ آه مش معطيني من 3 لخمسة شو معطيني؟ من 5 لتلات هون بستفيد من رو رقم 2 بقول لي بما أنه معطيني من 5 لتلات فأنا لو قلبتهم شو بعمل بالجواب النهائي؟ بضربه بإيش؟ بسالب هو سالب 2 بضربه بسالب شو بصير؟ موجب 2 فبطلع الجواب بالنهاية شو يساوي؟ 6 يلا كمان إكزامبل التكامل من 1 ل7 ثلات من 4 ل1 سالب 2 بده من 7 ل4 بجب أقول له التكامل من 7 إلى 4 لfxdx هو عبارة عن 7 بثبتها وال4 بثبتها هون شو بحط؟ بحط الإشي اللي هو معطيني بالسؤال غير 7 وال4 معطيني الواحد من 7 ل1 ومن 1 ل4 طبعا كتير الناس كيف يحلوا هذا السؤال؟ بقولوا لا أول إشي يرتبهم من الصغير للكبير من 4 ل7 وبعدين احكي أنت من 1 ل7 هو بساوي من 1 ل4 ومن 4 ل7 ما تعملو هيك تمام؟ شو منعمل؟ تمسكوا الإشي المطلوب كما هو تمام؟ وبتيجوا بتجزؤوا كيف بتجزؤوا؟ اللي تحت بيضلوا تحت واللي فوق بيضلوا فوق؟ بتحطوا 1 و1 10 و10 الرقم اللي بتكم إياه حسب شو بكم معطيكم بالسؤال هاي أسرع طريقة للحل أوكي من 1 ل7 معطيني اياها 3 بس أنا بدي من 7 إلى 1 فشو لازم أخذ؟ سالب 3 من 1 لأربعة مش معطيني اياها معطيني برضو من 4 لواحد من 4 لواحد فأنا شو لازم أخذها؟ أخذها موجب تنين فبطلع الجواب سالب 1 تمام؟ هاد السؤال كتير مهم تعالوا سؤال رقم 3 سؤال رقم 3 كتير بيجي زيه بالامتحان هلا إحنا لازم نفهم شغل إحنا بالتشابتة رقم 3 أخذنا الاشتقاق وقلنا إنه المشتقة هدفها الأساسي شو معنى أصلا كلمة مشتقة؟ مشتقة هدفها الأساسي تعبر عن إيش؟ تعبر عن ميل المماس هدف المشتقة تعبر لنا عن ميل المماس طب التكامل عن إيش بعبر؟ وقالي التكامل المحدود تحديدا تكامل المحدود بوضعه الطبيعي بإيه عبر عن إيش؟ بعبر عن المساحة يعني ما أنا أحكي إنه عندي تكامل من 1 لعشرة هاي شو معناها؟ هاي معناها مساحة الإقتران اللي أنا عم بعمله تكامل بالفترة من 1 إلى 10 تمام؟ فدائما التكامل بعبر بالأساس عن إيش؟ عن أريا عن مساحة فأنا لما يجي يعطيني رسمة زي هيك ويكون كاتب لي إنه هاي A1 A2 A3 كاتب لي إنه A1 قيمتها 5 A2 قيمتها 4 A3 قيمتها 6 وشو طالب مني؟ طالب مني التكامل من سالب 3 ل 4 بقوله التكامل بالبداية من سالب 3 ل 4 أنا بإمكاني أجزء لا تكامل من سالب 3 إلى 0 زائد تكامل ثاني من 0 إلى 1 زائد تكامل ثالث من 1 إلى 4 الآن التكامل هو يعبر عن مساحة فبقولي التكامل من سالب 3 إلى 0 هو يعبر عن المساحة بين سالب 3 والصفر وهي بهذا السؤال يسميلي إياها A1 اللي هي قيمتها 5 ومن صفر إلى 1 تمام؟ هي التكامل المنطقة أو مساحة المنطقة بين الصفر والواحد اللي هي تساوي كم؟ 4 وبالفترة من 1 إلى 4 لاحظوا أن المساحة ستة بس بدي أنتبه هون لهاي اللي ترك بقولي أي مساحة تحت X axis تكاملها سالب هي كمساحة موجبة كمساحة موجبة ليش؟ لأنه ما في مساحة في العالم سالبة لكن كتكامل شو بتكون؟ سالبة انتبهوا التكامل تبعها سالب بس هي كمساحة بقرأها موجبة ليش؟ لأنه ما في مساحة في العالم سالبة فديروا بالكم أي مساحة تحت X axis شو بتقرؤوها سالب؟ هلأ بالامتحان إذا حكالكم بدي مساحة المساحة موجبة لكن إذا بدي تكامل تكامل تحت X axis بتقرؤوه بالسالب تمام؟ فهم بطلع معكم الجواب 5 زائد 4 9 9 ناقص 6 بتساوي كم؟ بتساوي 3 ناخد كمان إكزامبل على هاي الفكرة هذا السؤال بيحكي لكم بدي التكامل من 0 ل 4 مش معطيكم قيمة Fx معطيكم رسمة لما يعطيكم رسمة على طول بتعرفوا أنه هذا السؤال بده مساحة هذا السؤال ما أعطاكم قيمة X المساحة تبعت هذا الشكل أعطاكم شكل هندسي دائما لما يعطيكم شكل هندسي بتقسموه لمثلثات ومربعات تمام؟ أو مستطيلات المثلث شو مساحته؟ نص القاعدة في الارتفاع المربعة شو مساحته؟ طول في العرض أو ضلع تربيع والمستطيل مساحته طول في العرض تمام؟ يلا نبلش طبعا هما بيكون بسمي لكم يا A1, A2, A3 انتو بتيجوا بتسموه هون A1, A2, A3 وبتقسموهم يلا بنجي بنحكي شو A1؟ بقول له A1 عبارة عن مثلث مساحة نص القاعدة في الارتفاع القاعدة هيها واحد والارتفاع تبع حكم تنين يعني A1 بتساوي واحد A2 عبارة عن مستطيل الضلع هذا تبعهم بين 1 إلى 3 يعني قيمته 2 الطول في العرض 2 ضرب 2 مربع يعني هذا الطلاب الآخر هاي أربعة نجي لـ A3 A3 كمساحة هو عبارة برضو عن نص القاعدة في الارتفاع القاعدة تبعته هيها واحد والارتفاع تبعه كم؟ سالب 2 أو باخده أنا 2 ليه؟ لأنه ما في مساحة سالبة لكن كتكامل باجي بقول له تكامل هذا الاقتران بقسمه لتكامل من صفر إلى واحد زائد تكامل من واحد إلى ثلاث زائد تكامل من ثلاثة إلى أربعة تمام؟ من صفر إلى واحد هي A1 من واحد إلى ثلاثة هي A2 ومن ثلاثة إلى أربعة هي A3 فبطلع الجواب عبارة عن واحد زائد أربعة بس منتبه ناقص واحد أي مساحة تحت الـ X-axis بالتكامل تعتبر إيش؟ سالبة فبطلع الجواب بالمحصلة شو يساوي؟ أربعة وهذا سؤال امتحان بالمناسبة تمام؟ ا stepping رقم أربعة قاعدة رقم أربعة قاعدة كتير بسيطة شو بتحكي لنا؟ بتحكي لنا إذا كان في عندي تكامل من سالب عدد لنفس العدد يعني من سالب خمسة لخمسة من سالب واحد لواحد من سالب عشرة لعشرة وكان هذا الاقتران اللي جوا التكامل اقتران إيش؟ Ut كان الاقتران اللي جوا التكامل ut فبهاي الحالي شو بطلع الجواب؟ بطلع جواب التكامل jet 0 اغشيشكم ليش؟ عشان احنا ما نحب نحفظ احنا ما نحب نفهم السبب كالتالي بقول لي شايفين هاي الاف الاكس اعتبروها اقتران اود من عندكم شو في عندي اقترانات اود اكس اقتران الاود لما تكملوه شو بصير؟ الجواب تابعه اكس شو تكاملها؟ اكس تربيع على اثنين لاحظوا انه اي اقتران اود في العالم لما تعملو له تكامل شو بصير؟ بصير ايفن هلا لما يصير ايفن وتعوضوا جواته سالب واحد واحد مش احنا منطرحهم من بعض مش تعويضوا سالب واحد عشان هيك هاجو شو بطلع؟ بيطلع صفر تمام عشان هيك جواب بالاخر بيطلع صفر تمام؟ مرة تانية القاعد يتحكيلي اذا كان الاقتران علي جوا التكامل والد والتكامل من سالب عدد لنفس العدد فبهال حالة على طول بحكي انه الجواب في حل التكامل صفر يعني تعالوا هاد التكامل من سالبacing1 لواحد ب الأمتحان اول ما تشوفوا متكامل من سالب عدد لنفس العدد فكرو us القاعدة. قولوا اه لحظة شوي. قبل ما اغلب حالي يمكن هذا السؤال على قاعدة الاود. تمام؟ السنش شو نوع؟ درسنا بالهايبير بولك انه السنش زي الساين هو اود. الواحد ايفن. والاكس قوة اربعة ايفن. ايفن زائد ايفن ايفن. اود على ايفن. هذا تكامل من سالب واحد لواحد لاقتران اود. ما في داعي احد. جواب صفر. تعرف شو المشكلة؟ انه هذا السؤال لو جربته تحله ولا واحد فيكم رح عارف يحلّه. تمام؟ ما ميعرفين حل هذا التكامل. تمام؟ يعني هذا السؤال لي ما بيعرفهاي القاعدة مش انه والله رح يطلع معه حلي كتير طويل. اصلا ما رح عارف يحل. ما رح يعرف يطلع جواب هاد. التكامل. فهنا مباشرة شو بحكي انه هاد التكامل جوابه ايش? جوابه زيرو. مرة تانية اللي حاب يفهم فكرتها انه اي اقتران اود. التكامل تبع اقتران جديد اقتران الايفن لو تعوضوا جواته واحد ولا تعوضوا جواته سالب واحد ما هم نفس ناتج التعويض فلما تطرحوهم من بعض منطقيا جواب شو رح يكون زيب تمام تعالوا على قاعدة رقم خمسة وهي قاعدة رقم خمسة قاعدة استنتاجية تمام إلها دخل بلي أنا حكيته فوق بقول لي إذا كان الاقتران اللي أنا عم بعمله تكامل اد فبهاي الحالة تكامل الاقتران من اي لبي هو نفس تكامل الاقتران من سالب اي لسالب بي يعني التكامل من واحد لخمسة هو نفس جواب التكامل من سالب واحد لسالب خمسة هذا إذا كان ايش اد طبعا شو السبب ولنا لكم انه التكامل الاود لما انتو تعملو له تكامل لما تعملو له تكامل شو بيصير بصير ايفن فلما يصير ايفن انتو حطيته واحد ولا حطيته سالب واحد حطيته ايه ولا حطيته سالب ايه ما بتفرق ما الايفن اصلا شو معناه معنى الايفن انه انتو لما تعوضوا عدده تعوضوا سال نفس الفكرة. طبعا ليش الطلاب بيخربطوا بهذا القانون؟ الطلاب بيخربطوا فيه لانه هم بيحكوا كيف الـ A ل B نفس السالب A لسالب B هاي خاصية الـ even انتبهوا انه احنا هون التكامل تبعنا الاقتران من جوه بس لما تعملوله تكامل شو بصير؟ بصير even شان هيك بحكي لي اذا كان عندي اقتران odd جوه التكامل فبهاي الحالة انا بعمله معاملة الـ even لانه فعليا لما يخلص تكامله رح يصير even فبيكون التكامل من عدد لعدد هو نفس التكامل من سالب العدد لسالب العدد بينما اذا كان الاقتران من جوه even تمام؟ فبيكون جواب التكامل من A لB هو نفس جواب التكامل من سالب A لسالب B بس الجواب النهايي تبعي كل ياته بضربه بإيش؟ بضربه بسالب شو فكرة؟ الفكرة انه الاقتران even زي X تربية شو تكامله X تكعيب صار odd تمام؟ يلا ناخد example ملاحظة هذا دائما بيجي بالامتحان هذا الموضوع بكيلي اذا كان F الـ even تمام؟ F الـ even تكامل من صفر لعشرة ستة أوكي تكامل من صفر لواحد تنين بطلعوا شو المطلوب في السؤال؟ المطلوب بالسؤال من سالب واحد لسالب عشرة شو بتيجوا بتعملوا بالامتحان؟ بتحكوا انا مطلوب مني من سالب واحد لسالب عشرة بس لا انا عندي سالب واحد ولا عندي سالب عشرة هلا قبل شوي لما احنا اخدنا التجزئة كانت التجزئة انا بكون عندي انا الواحد والعشرة بكون مثلا عندي من واحد لخمسة وعندي من خمسة لعشرة فبجزة بس انا هون لا عندي واحد ولا عندي عشرة او لا عندي سالب واحد ولا عندي سالب عشرة فشو بتيجوا بتعملوا؟ تحكوا انا هذا السؤال ما بدي احل المطلوب اللي هون بدي احل ايش؟ بدي احل من واحد لعشرة طب وبعدين بقوله انا بحل من واحد لعشرة بعد هيك اذا انا عرفت التكامل من واحد لعشرة علاقة التكامل بين سالب واحد لسالب عشرة من واحد لعشرة بسيطة جدا يا بتكون نفسها يا بضربها بسالب القانون بيقول لي اذا كان الاقتران اود فاتتكامل نفسه اذا كان الاقتران ايفن بضرب الجواب النهائي بسالب بس هو شو بقول لي؟ بقولوا ان الاقتران تبعنا ايفن فبس انا بعد ما اطلع هذا بضرب الجواب النهائي تبعي بسالب مصلط؟ يعني انتم طلب ملكم من سالب واحد لسالب عشرة اللي بتجيبayer بتقولولو لأوكي طبع مجرد ما يجيبكم بالامتحان تكاملات ويكتبلكم كلمة اويد و IS بتفكروا في هاي الشغلة أو في هاي الرول اللي هي الرول رقم خمسة تمام يلا نطلع من واحد لعشرة هل عندكم من واحد لعشرة لا ما عندي من واحد لعشرة بكتبله انا من واحد الى من اشي الى عشرة يلا زي ما تعلمنا بحط هون هون العدد اللي بدي ايا شو بدأ حط العدد مش ضروري يكون بين الواحد والعشرة اللي بدكم ايا حطوا صفر ليش صفر لانهم عطيني الصفر من واحد لصفر ما عندي ايا عندي من صفر لواحد تنين اذا هيا حتكون سالب تنين زائد من صفر لعشرة ستة سالب تنين زائد ستة كم موجب اربعة هذا جواب التكامل من واحد لعشرة انا باجي بقوله التكامل من سالب واحد لسالب عشرة اذا كان اد دستيقر باخد الجواب نفسه اذا كان jkبضربه بسالب هو ايفن بدرد بسالب تمام؟ ايفن بتضربه بسالب اد تاخدوه زيمة تعالوا لسؤال رقم سبعة سؤال رقم سبعة بحكي لي الاقتران fx odd اوكي اتروح المطلوبة على طول طالب مني تكامل من سالب 2 لسالب 3 بقول له تمام انا بابدأ طلع من سالب 2 لسالب 3 بابدأ طلع من 2 ل3 من 2 ل3 هي عبارة عن من 2 لعدد زائد من عدد الى ايش 3 هنا احطه اللي بيتكم اياه شو بدا احط هاي صفر طلعوا عندي الصفر من 2 لصفر وين من 2 لصفر ما عندي من 2 لصفر عندي من صفر لتنين 6 فانا باخدها سالب 6 طب من صفر لتلات من صفر لتلات عشرة سالب 6 زائد عشرة كم موجب 4 اوكي نركز مع بعض انا طلعت من 2 لتلات بس المطلوب في السؤال مش من 2 لتلات من سالب 2 لسالب 3 بقول له ما في مشكلة من سالب 2 لسالب 3 لازل حتكون أربعة يا حتكون سالب أربعة كذلك Bl почему ů Hay рассказ be уд thou уд thou even إذا كانت أد دخلها نفسها إذا كانت even بضربها بسالب Ud اذا بطلع الجواب نفس الجواب اللي هم مش أنه الجواب بطلع موجب او الجواب بطلع سالب Ud باخد الجواب نفسه بغض النظر هو موجب أو سالب رجزه باخد الجواب نفسه بغض النظر هو موجب أو سالب even باخد الجواب زي ما هو بضربه بسالب يعني لو كان سالب بصير موجب لو كان موجب شو بصير سالم تمام وهي القاعدة زي ما بقولكم دائما نتيجة في الامتحان من اهم القواعد على الاطلاق بتعرفوا ليش لانه بجمع بين هاي القاعدة وبين القاعدة رقم 2 والقاعدة رقم 3 شوفوا كيف هون احنا استخدمنا قاعدة رقم 2 اللي هي بعكس من صفر انا بدي من 2 لصفر وهونا من صفر لتنين هاي استخدمت قاعدة رقم 2 واستخدمت قاعدة رقم 3 اللي هي التجزئة واستخدمت هاي القاعدة رقم 5 هي بتعمل ثلاث قواعد بسؤال واحد تمام شانك دائما بيجي باستهد السؤال بالامتحان تعالوا لسؤال رقم 8 سؤال رقم 8 سؤال بيقول لي كان عندي تكامل من 1 الى b لf الى x بساوي 1 ناقص b قوة سالب 1 معطيني قانون بيقول لي اعتبر انه التكامل من 1 لb يعني من 1 لاي عدد تمام هو عبارة عن 1 ناقص العدد قوة سالب 1 اول شي شان العدد قوة سالب 1 يعني هاي عبارة عن 1 ناقص 1 على b هيك شكلها احلى تمام بيقول لي اوجد التكامل من 3 الى 4 لf الى x اوجد التكامل من 3 ل 4 هلا هو طالب اني اطلع تكامل من 3 الى 4 وانا عندي تكامل من 1 لb من 1 لb فانتو شو اول شي بتيجي تعملوله بتيجي تحكوله استنى شوي التكامل من 3 الى 4 خليني اجزئه لتكامل من 3 الى 1 زائد تكامل من 1 الى 4 هيجي واحد يحكي لي طب انت ليه هيك عملت انا عملت هيك لانه السؤال معطيني مفتاح للحل بيقول لي اذا كان احد حدود التكامل واحد فانا معطيك قانوني جاوب بالتكامل تمام فاحنا هون لا عندنا واحد بالحد العلوي ولا واحد بالحد السفلي فانا حطيت الواحد بالخاوة ليه عشان اقدر استخدم القاعدة اللي حاكي ليها هون ان هذا السؤال بيقول لي انا ما بديك تعرف شو هي قيمة f الى x انا معطيك جواب التكامل جاهز بس هذا التكامل شرطه انه ايش انه انا يكون عندي احد الحدود عبارة عن واحد طب اوكي كيف بجيب التكامل من واحد الاربع شوفوا كيف بجيب جواب التكامل من واحد الاربع على القانون حسب القانون شوفوا تطبيق مباشر من واحد لبيه تمام هو عبارة عن واحد ناقص واحد على العدد اللي هون بس واحد ناقص ربع ثلاثة على اربع تمام طب كيف بجيب التكامل من ثلاثة لواحد حسب القانون ما بقدر اجيب من ثلاثة لواحد بقدر اجيب من واحد لثلاثة فانا بجيب من واحد لثلاثة وبعدين الجواب بضربه بسالب بجيب من واحد لثلاثة بقول له من واحد ل 1-1-3 هي عبارة عن 1-1-3 هيك القانون اللي معطيني بالسؤال هيجي واحد يحكي هذا القانون دايما لا هذا القانون بس بهذا السؤال يعني هو بقول لي بس بهذا السؤال بتعتبر انه التكامل من 1 لعدد هو عبارة عن 1-1 على نفس العدد اللي انت حاطوهم تمام؟ 1-3 هي عبارة عن 3 تمام؟ لكن أنا هون ما بدي من 1 إلى 3 بدي من 3 لواحد فباجي بحكي هاي ما بدي أخدها نفسها بدي أخدها فبتصير سالب 2 على 3 زائد 3 على 4 واحدوا المقامات وضربوا هاي بأربعة هاي بأربعة هاي بثلاث هاي بثلاث بصير عندكم سالب 8 زائد 9 تمام؟ سالب 8 زائد 9 و 1 على 12 هذا هو جواب السؤال وهذا السؤال كتير مهم مرة ثانية هذه الأسئلة من نوع اللي بتعجئ الطلاب تمام؟ بس انتوا دائما فكروا فيها بالمنطق تشوفوا انتوا إيش عندكم وكيف ممكن تستفيدوا من المعطيات اللي عندكم أنا معطيني تكامل بقول لي جواب التكامل من واحد لأي عدد أنا معطيكم قانون لإله بس هو طالب مني من 3 إلى 4 بس ما عندي فيه الواحد فبقول له أنا عشان أقدر أستخدم القانون لازم يكون أحد حدود التكامل هو الواحد هلا ما بتفرق معي الحد العلوي أو السفلي ليش؟ لأن عندي قانون سهل بقول لي أنت إذا بدك تبدل حدود التكامل ولا أسهل منها بس تضرب الجواب النهائي بسالب فأنا لازم يكون عندي أحد حدود التكامل واحد فش رح تعملت؟ قلت خلص بجزئ التكامل من 3 إلى 4 بخليه من 3 إلى 1 زائد من 1 إلى 4 طبعاً هنا بتيجي أهمية الطريقة اللي أنا عم بعلمكم إياها أنه خلص أنتو بتحطوا بالتجزئة بتحطوا هون العدد لي بتكم إياه و هون العدد لي بتكم إياه مش ضروري تحكوا بدي أخلي التكامل من 1 إلى 4 يساوي التكامل من 1 إلى 3 و من 3 عجقة هاي خلص أنتو استخدموا إيش استخدموا هاي الطريقة اللي أنا علمتكم إياه بتطلع معكم دائماً الجواب صح تعالوا لهذا السؤال هذا السؤال معطيني تكامل جيل X من 3 إلى 2 بيساوي سالب 2 ما أعطيني تكامل Fx من 3 إلى 5 بساوي 9 وتكامل Fx من 2 إلى 5 بساوي 3 طبعا مجرد ما أنه أعطاني عدة تكاملات مبين أنه هذا السؤال فيه تجزئة شو طالب مني؟ طالب مني التكامل من 2 إلى 3 لتلاتة جيل X ناقص 4Fx بقول له أول شيء التكامل يوزع على الجمع والطرح يعني هذا التكامل بإمكاني أكتبه تكامل من 2 إلى 3 لتلاتة جيل X التلاتة بدأ أطلعها بره لأنه تعلمنا أنه دائما بالتكامل الثوابت بإمكاني أحطها بره وأحطها جوه والتكامل بعده برضه بدأ أطلع الأربعة على بره وهي Fx وحيظل إلو نفس الحدود من 2 إلى 3 تمام؟ هلأ تكامل جيل X من 2 إلى 3 ما عندي إياه عندي إشي بيشبهه عندي من 3 إلى 2 فبس إيش بضربه بسالب هاي السالب 2 هتصير إيش 2 فهي عبارة عن 3 ضرب 2 ناقص 4 هل عندي التكامل من 2 إلى 3؟ لا مغلبني شوي بقولي التكامل من 2 إلى 3 لكم تضطروا تعملو له إيش قن فبنيجي بنكتب التكامل من 2 إلى 3 لFx هي عبارة عن تكامل من 2 لعدد زائد من عدد ل3 شو هو هذا العدد؟ خمسة هاي خمسة خمسة يلا من 2 إلى 5 جاهزة 3 من 5 إلى 3 معطيني إياها إيش؟ معطيني من 3 إلى 5 تسعة فهي سالب تسعة يعني هاي شو جوابها؟ سالب 6 هيك حليتها على جنب فهذا التكامل شو جوابه؟ سالب 6 فبطلع الجواب بالآخر 3 في 2 ستة سالب 4 في سالب 6 موجب 24 وبالتالي الجواب بالنهاية شو يساوي؟ موجب 30 تمام؟ هذا السؤال برضو على طبعا هذا السؤال مش على القاعد الأخيرة هاي أسئلة بشكل عام على موضوع التجزئة تمام؟ عم بحاول أن أعيلكم كل أنواع الأسئلة اللي ممكن تجيكم بالامتحان تعالوا لقاعد رقم 6 قاعد رقم 6 برضو من القواعد اللي دائما بتيجي في الامتحان تمام؟ من القواعد اللي دائما بتيجي في الامتحان احكي لي لم يجيكم بالامتحان تكامل شكلك التالي عدد ناقص X تربيع تمام؟ تحت الجذر لم يجيكم عدد ناقص X تربيع تحت الجذر فكونوا عارفين أنه هذا التكامل هذا التكامل هو عبارة عن إيش؟ هو ما رح أعرف أحله كتكامل رح أعتبره إيش؟ رح أعتبره مساحة دائرة أو مساحة مصدائرة أو مساحة ربع دائرة نتذكر شغلة أخدناها بالفيرست أخدنا بالفيرست أنه دائما شكل شكل جذر عدد ناقص X تربيع هذا عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن نص دائرة يا نص دائرة علوية يا نص دائرة سفلية إذا كان الجذر مضروب بسالب فهي عبارة عن نص دائرة إيش؟ سفلية إذا كان الجذر موجب فإحنا هون بنحكي عن نص دائرة مالها نص دائرة علوية تمام؟ فبحكي لي هذا التكامل بكالكولاسون احنا ما بنعرف أين نحله يعني ما في عندي ولا طريقة في كالكولاسون ولا حتى من الطرق اللي تعلمتوها بالتوجيهة بحللكم جذر يعني تكامل جذر 4 ناقص X تربيع هذا التكامل ما بتقدروا تحلوه حتى بالطرق اللي تعلمتوها بالتوجيه تمام؟ هذا بنحل الطريقة اسمها طريقة احنا نتعلمها بكالكولاسون فبكالكولاسون احنا أماننا ما بنقدر نحل هذا التكامل بطريقة التعويض العادية مشان هيك ما بنقدر نحل هذا التكامل إلا بإيش؟ احنا حكينا إنه التكامل بالأصل هو عبارة عن مساحة وبالتالي هون بقول لي طالما أنا عارف إنه هذا الشكل عبارة عن نص دائرة تمام؟ فبإمكاني هون بدل ما أجي أطلع تكامل أطلع مساحة فهون بقول لي باختصار لما يجيني تكامل R ناقص R تربيع ناقص X تربيع من مينس R لR على اعتبار مثلا إنه هاي على سبيل المثال كانت إيش؟ 4 ناقص X تربيع من سالب 2 لتنين أول إشي باجي بحكي جذر 4 ناقص X تربيع هاي عبارة عن نص دائرة علوية تمام؟ طبعا دائما جذر العدد اللي هون بيمثل الراديس دائما جذر العدد اللي هون بيمثل الراديس فهون بيكون سالب 2 2 2 هلا هو لم يقول لكم بدي التكامل من سالب 2 لتنين فهو قاعد بيحكي عن نص دائرة طب شو مساحة الدائرة؟ الدائرة مساحتها R تربيع طب نص الدائرة نص R تربيع بس انتبهوا بالامتحان لو طلب منكم نفس التكامل من جذر 4 ناقص X تربيع بس مش من سالب 2 لتنين من صفر لتنين طلعوا من صفر لتنين وما بده الدائر نص دائرة كلها هو شو بده؟ بده بس نص أو بده يعني نص نص دائرة يعني بده ربع دائرة تمام؟ فوقتها شو بيكون الجواب؟ ربع by R تربيع أو إذا حكا لكم بدي من minus R لصفر تمام؟ هيجي واحد يحكي طب ما هو عشمال باخده بسالب؟ لا ما باخده سالب متى بيكون التكامل سالب؟ مش إذا عشماله على اليمين إذا كان تحت X axis بتاخد سالب إذا كان تحت X axis بتاخد سالب وهذا اللي أنا كاتب لكم إياه بالملاحظة اللي تحت إذا كانت نصف الدائرة نصف سفلي تكون الإجابة النهائية سالبة ليش؟ لأن النصف السفلي فعليا هو جاي وين تحت X axis وشان هيك الجواب بالنهاية شو لازم يكون سالب؟ يلا ناخد examples السؤال عم بيحكي لي أوجد تكامل من سالب 2 لتنين لجذر 4 ناقص X تربيع أول ما تشوفه في الامتحان جذر عدد ناقص X تربيع تباعوا كونوا عارفين أنه هذا السؤال عبارة عن سؤال إيش؟ نصف دائرة طبعاً بالمتحان يانصف دائرة عندكم يربع دائرة مستحيح يجبلكم دائرة كاملة تعرفوا ليش؟ لأن الدائرة الكاملة لا تعتبر اقتران معادلة ما بصير يحط لي معادلة جوا التكامل جوا التكامل لازم دائماً يكون اقترانات بشان هيك دائماً يجب لنا يا نصف دائرة ياربع دائرة ما في تلت ما في كاملة طيب عشان أعرف باجي برسمها هاي نص دائرة علوية الراديس تبعها 2 تمام بدي أكون عارف هو بيحكي عن نص كامل ولا ربع حسب الحدود الحدود إذا من سالب 2 إلى 2 يعني هو بدي أهم هدول كاملين من 0 إلى 2 ربع من سالب 2 إلى 0 ربع من سالب 2 إلى 2 نص فباجي بحكي الجواب نص باي أر تربيع شو هي أر تربيع؟ دائما أر تربيع العدد اللي هون يعني نص باي في أربع يعني دائما العدد اللي هون هو إيش الأر تربيع فبتحكوا الجواب عبارة عن إيش 2 باي يلا تعالوا خدوا كمان example تمام السؤالة بعده رقم ناقص إكس تربيع بحكي له هذا عبارة عن نص دائرة سفلية تمام هيها سالب 3 3 3 بدي أهم من سالب 3 إلى 0 من سالب 3 إلى 0 فهو عم بيحكي عن ربع فبحكي له هاي عبارة عن ربع باي أر تربيع التسعة تمام بس الجواب بالنهاية شو لازم نعمل فيه لازم نضربه بمينس ليش نضربه بمينس إما بسبب المينس اللي هون أو السبب الثاني إنه المساحة سالبة تمام كمساحة إذا حكى لي بهذا السؤال أوجد الإريا وقل له الإريا 9 باي ع 4 بس هون شو بيقول لي أوجد التكامل ما بيقول لي أوجد الإريا فالتكامل سالب التكامل يقبل السالب الإريا لا تقبل السالب تمام فديروا بالكم لهذه الشغلة ونحكي لكم عن شغلة دائما بيغلطوا فيها الطلاب في الامتحان هلأ اتذكروا لو جاب لكم بالامتحان تكامل 1 على جذر 4 ناقص X تربية من 0 ل 2 شو جواب هذا التكامل؟ حكولي شو جواب هذا التكامل؟ كتير طلاب بيقولوا سهلة ربع دائرة لأنها من 0 ل 2 انتبه ماذا بحكي هي أصلا نص دائرة ولا ربع دائرة إذا كان جذر وين؟ إذا كان جذر بالبسط تمام؟ الجذر بالمقام هاد أخذنا المحاضرة الماضية هاد عبارة عن sine inverse هاي لها قانون بقول له هاي stop هاي عبارة عن sine inverse sine inverse X على جذر العدد اللي هون اللي هو 2 ومطلوب حدود التكامل من 0 ل 2 يلا شو معنى من 0 ل 2؟ يعني لازم أعوض الحد العلوي بعدين أعوض الحد السفلي أعوض الحد العلوي هايطلع معكم sine inverse الواحد ناقص أعوض الحد السفلي هطلع معكم sine inverse الاش الزيرو sine inverse الواحد كم؟ sine inverse الواحد يعني إيش هي الزاوية اللي sineها واحد؟ باي على 2 sine inverse الصفر صفر فشو بطلع الجواب؟ باي على 2 يعني طلعوا طبقت قانون تاني ديروا بالكم تيجيكم هاي بالامتحان وتروحوا تحكوا انه هاي عبارة عن دائرة متى الدائرة بتكون؟ إذا كان الجذر بالبسط انتبهوا لها إذا كان الجذر وين؟ بالبسط مثلا برضو ممكن بالانتحان يحكي لكم بدي تكامل لواحد على أربعة زائد اكس تربيع من زيرو إلى تينين شو بتحكوله؟ تحكوله ااه لاحظة شوي هاي عبارة عن هاي تبعة التاني انVERس متذكر شو قانون التاني انفرس؟ التاني انفرس قانونه واحد على جذر العدد في تاني انفرس اكس على جذر العدد انتبهوا sine إنفس برا مش مضروبة باشي بس تاني انفرس لازم تضربوها بواحد على جذر العدد؟.هوك بس سين انفرس برا مش مضروبة باشي بس تاني انفرس بس هلأ بدكم تعودوا 0 و 2. فبطلع الجواب نص. tan inverse الواحد ناقص نص tan inverse الصفر. شو tan inverse الواحد باي ع 4. باي ع 4 ضرب نص. شو بطلع الجواب بالآخر باي على 8. تمام؟ فتذكروا عشان تميزوا بين هاي القاعدة وهاي القاعدة. إذا كان هذا الجدر طبعا هي ما بتخربط بال tan inverse. tan inverse واضحة. لكن هي اكتر اشي بتخربط مع ايش؟ تخربط مع sin inverse والcosine inverse بيخربطوا مع هاي. تمام؟ فديروا بالكم من هاي الشغلة. واضح هاد الكلام هيك احنا بنكون خلصنا بشكل عام القواعد الاساسية او القواعد الستة الاولى من قواعد التكامل المحدود. تمام؟ محاضرة الجاية راح ندخل برضو بقواعد جديدة لقواعد التكامل المحدود تحكي تحديدا عن ايش؟ عن مشتقة التكامل المحدود. لما احنا نيجي نشتق التكامل شو بطلع معنا؟ تمام؟ قواعدة جديدة بسيطة جدا ودائما بيجي عليها بالامتحان ما يقارب اربع علامات. لكن محاضرتنا اليوم حتى تكونوا بالصورة لا تقل واهمية عن المحاضرة الجاية ايضا بيجي عليها 6 علامات تقريبا في الامتحان. يعني محاضرتنا اليوم أو هذا الدرس بشكل عامل هو التكامل المحدود بيجي عليه أكثر من التكامل الغير محدود يعني شايفين اللي تعلماء على محاضرات الماضية؟ أكتر شيبش من إمتحان هو التكامل المحدود لميه؟ التكامل الغير محدود أنتو أصلاً أخدتوه بالتوجيه تمام؟ بينما التكامل محدود، جزء منه ممكن أن تأخدوه سابقاً التوجيه بس الجزء الأكبر زي ما عم نشوف هي عبارة عن قوانين جديدة هي عبارة عن إيش؟ عن قوانين جديدة مشان هيك بركزوا عليها اكتر في امتحانات الكالكولوس ونشوفكم ان شاء الله على خير في المحاضرة القادمة إلى اللقاء